موسيقى مساء الخير و أهلاً و سهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة ببرنامج آخر الأسبوع بالتأكيد الخبر الذي شغل اهتمام الناس منذ ليلة أمس حتى اليوم وهو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد أو المنتجات البترولية والذي أصفر عن زيادة أسعار البنزين و السولار إحنا عارفين من شهر يوليو الماضي في تصريح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أسعار المواد أو المنتجات البترولية هتزداد على مدار 18 شهر ولكنه أعلن أنه لا يريد أن تكون زيادة كبيرة دفعة واحدة حتى لا ترفع مستويات التضخم التضخم يعني زيادة الأسعار بشكل كبير بالأمس زودت لجنة التسعير التلقائي و دي لجنة بتنعقد كل ثلاث شهور أسعار المواد البترولية في حدود 17% تقريبا يعني بنزين 95 أصبح سعر اللتر 17 جنيه بنزين 92 و ده اللي بتستخدمه غالبية السيارات يعني أصبح ب 15 جنيه و 25 قرشا بنزين 80 13 جنيه و 75 قرشا السولار 13 جنيه و 50 قرشا الكيروسين 13 و 50 قرشا و أيضاً كل متر مكعب للغاز ب 7 جنيهات طيب دي الزيادة الثالثة للمنتجات البترولية خلال عام و طبعاً طبيعي إن المواطن بيتساءل تأثير ده إيه تأثيره على جبل المواطن تأثيره على مائدة المواطن تأثيره على حياته طبعاً اللي عنده عربية أو اللي بيستخدم مواصلات لابد إنها ترتفع التكلفة تكلفة البنزين زادت وضع بنزين في السيارة هيزيد المواصلات بالتأكيد هترفع الأسعار سواء كانت وسائل النقل الجماعي أو ربما بعد مرحلة لحق المترو والقطارات إلى آخر فده أمر متوقع ومفهوم وحصل قبل كده وطبعاً الزيادة في أسعار المواد البترولية رغم إن الحكومة سبتت طن المازوت لإنتاج الكهرباء والمواد الغذائية سبتت سعره مازاتش لكن أسعار المواد الغذائية هتزيد لأن تكلفة النقلة هتزيد دي واحدة من الإشكاليات النقطة التانية أسعار الخضار والفاكهة متوقع أن هي هتزيد أيضاً لأن السلار بيستخدم في الري وفي الزراعة يعني ري الفدان الواحد خلال الموسم بيحتاج ما بين 200 إلى 600 لتر سلار طبيعي الفلاح هيزود سعر الخضروات والفاكهة اللي هو بيوردها وتنزل لسوق الجملة ثم سوق التجزئة ثم تصل عبر وسائل النقل إلى المواطن فطبيعي هترتفع أسعار الخضروات والفاكهة فده أمر متوقع وده بيمثل طبعاً زيادة في الأعباء بالنسبة للمواطن وهنلاقي طبعاً زي ما قلت لكم أسعار المواد الغذائية بتزيد لكن طبعاً الموقف الحكومي في هذا السياق بيقولك أن دعم المواد أو المنتجات البترولية كبير وأن تحريك الأسعار بشكل تدريجي لهذه المنتجات هو بيحاول أنه هو يقرب الفجوة لكن ستظل هناك فجوة طبعاً هو بيحاول يقرب الفجوة ما بين السعر اللي بتباع بيه هذه المنتجات وسعر إنتاجها أو استيرادها إحنا عارفين طبعاً أن الجنيت راجع أمام الدولار فطبعاً الاستيراد بيكون بالدولار عارفين أن المواد البترولية دي فيها قدر متزبزف في الأسعار يعني لما جو بايدن من أسبوعين يتكلم على أن إسرائيل هتستهدر في المنشآت النفطية الإيرانية ارتفعت على طول أسعار النفط النفط سلع حساسة جداً بالنسبة للحروب وبالنسبة للمشكلات الدولية فطبعاً بيرتفع أسعارها وإحنا في كل الأحوال بنعتمد على جانب كبير جداً بالاستيراد والاستيراد بالدولار والدولار زي ما إحنا عارفين سعره مرتفع مقابل الجنيه فإذن هي دي واحدة من المشكلات الحكومة بتدعم وبتقدم دعم طبعاً صندوق النقد بيتكلم كتير على دعم المحروقات أو المنتجات البترولية إنه عايز يخفض الدعم ده واللي يشيله لكن طبعاً الحكومة لا تزال بتدعمها وتدعمها بدرجة كبيرة لأنها لو رفعت الدعم بصورة نهائية هتبقى الأسعار كبيرة جداً بالنسبة للمواطن لجنة التسعير التلقائي بتجتمع كل ثلاث شهور لكنها في الاجتماع الأخير بالأمس قالت إن هي هتجتمع بعد الست شهور يعني الأسعار اللي معنا دي بمعنى آخر هتستمر معنا الست شهور الجايين لكن برضو طبقاً ليه التصريح رئيس الوزراء اللي كان في يوليو الماضي هو اتكلم عن تحريك مستمر في أسعار المنتجات البترولية خلال 18 شهر يبقى إذن إحنا نتوقع إنها يبقى فيه زيادات تانية ولكن بعد بضعة شهور بعد سبت شهور ربما طبع الأوضاع أفضل وما نحتاجش لزيادات دي لكن على الأقل في الأفق أن هناك دعم كبير بتقدم الحكومة للمحروقات أو المواد البترولية وده اللي هيترتب عليه دائماً ارتفاع الأسعار وتحريك الأسعار إلى أعلى طبعاً المواطن بيدور على اللي معاه ويدور على إمكانياته كان بيفول العربية بكام دولتها بكام كان بيركب المواصلات بكام هيتحرك سعرها لأعلى هيوصل لأدقيق فطبعاً ده شيء طبيعي مائدة المواطن نفسها هتختلف أسعار القدروات الفاكهة ولكن يعني إذا كان التحريك بنسبة 17% وإحنا نتكلم على تحريك منتجات بترولية لكن لما تترجم في مسائل نقل السلع بالتأكيد هتبقى أقل من كده فلما تيجي إحنا نتكلم على تحريك الأسعار بهذه الصورة يجب أن يكون أيضاً الزيادة محدودة وفي هذه برضو الكيفية أو بهذه الصورة يعني ما ينفعش أن ناس تستغل أن هناك تحريك في أسعار المنتجات البترولية بالنسبة للتجار أو بالنسبة للمنتجين ويعتبروها فرصة لرفع الأسعار بدرجة كبيرة أنا أعتقد طبعاً مسؤولية الحكومة أن هي بتتفاوض زي ما هي بالضبط بتحاول أنها تضبط سوء النقل من خلال التفاوض المباشر عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية وتحدد قيمة النقل أو الانتقال بالنسبة للمواطنين باستخدام الأوتوبيسات أو المقربسات أو وسائل النقل الجماعي أعتقد برضو أنها محتاجة تضبط الأسواق بحيث لا تصبح ارتفاع أسعار المنتجات البترولية تكئة لزيادة الأسعار بشكل غير مبر يعني إذا كانت الحكومة عايزة تجبح جماح التضخم فلا يجب أن هي تترك المجال لتجار أو منتجين أنهم يعلوا الأسعار بدرجة كبيرة باستغلال لافتة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في المقابل كان فيه لجنة بالأمس عقدت أيضا برضو حم نهدم بيها لجنة سياسات النقدية التابعة للبنك المركزي واللي ثبتت أسعار الفائدة بالنسبة للاختراض والإقراض عند الحدود الموجودة حاليا ودي موجودة يمكن من أربع دورات لها والسبب أنها لا تريد أن يرتفع التضخم يعني إذا كانت الحكومة ترفع أسعار المنتجات البترولية قليلا قليلا يعني أو كل فترة بسبب أن هي مش عايزة ترفع مستوى التضخم فهي أيضا سياسات النقدية في البنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة وأسعار الفائدة مرتفعة بالنسبة للناس اللي بتودع أموالها في البنوك مرتفعة عشان تكتزب مزيد من الأموال والناس ما يبقاش عندها قدرة شرائية أو قوة شرائية فتشتري كتير فترتفع الأسعار في عايزة تسحب السيولة في أوعية الدخارية أو في شهادات بيحصل منها المواطنون على فوائد لا تزال الفوائد دي من أربع مرات للجنة السياسات النقدية كما هي فطبعا واضح جدا أن معدل التضخم لم ينخفض ودلق ليتوا حتى لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي ترى أن تبقى أسعار الفائدة سواء كان للإقراض أو للإقتراض كما هي إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام يعني لازم يبقى واضح أن ينخفض وينخفض بشكل زمني واضح نقدر نقول أنه بالفعل انخفض ومش القضية واحد من عشرة واثنين من عشرة وتاتة من عشرة لا إحنا عايزين نشوف انخفاض ملحوظ ومستدام طبعا أعباء زيادة بالنسبة للمواطن وده أمر يعني محدش يقدر ينكره ولكن بالفعل هي دي التحديات مسألة الإصلاح الاقتصادي وموجة المشكلات الاقتصادية اللي موجودة ودايما نقول كان الله في عون المواطن وكان الله أيضا في عون الحكومة اللي بتحاول أن هي تعمل الموأمات أو تصل إلى الموأمات ما بين الأعباء والأسعار نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد مرور عام على اندلاع حرب غزة استطاعت إسرائيل أن تغتال العقل المدبر لطفان الأقصى الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023 يحيى السنوار زعيم حركة حماسة بتقول أنها اغتالته بالصدفة في جنوب قطاع غزة طبعا بعض المحللين بيقولك مش صدفة ولا حاجة لكن في كل الأحوال وصلت إلى العقل المدبر لأحداث طفان الأقصى التي تسببت في مقتل 1200 إسرائيلي واندلاع حرب غزة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في غزة تلتنهم من النساء والأطفال وكبر السن طبعا طبيعي إسرائيل تتهلل ونتنياهو يبتهج فدي تعتبر إضافة لي على الجبهة الداخلية اللي بيعاني فيها من تحديات كثيرة تهلل لما اختال إسماعيل هنية ولما اختال حسن نصر الله وفؤاد شكر فالنهاردة تعتبر بالنسبة له انتصار إنه وصل إلى رأس حركة حماس الذي دبر طفان الأقصى الولايات المتحدة شافت إن دا قد يكون فرصة للوصول إلى وقف إطلاق النار أو تحقيق هدنة وإنهاء الحرب في غزة لكن إسرائيل بين يميننا تنياهو قالك اغتلنا يحيا سنوار وواصفوا بالشر ولكن الحرب في غزة لم تنتهي يحيا سنوار من موليد 29 أكتوبر عام 62 في خان يونس في قطاع غزة في عام 1989 حكم عليه بالمؤبد نتيجة عدة أحكام من محاكم إسرائيلية وخرج بعد قضاء مدة 22 سنة في السجون الإسرائيلية في تبادل مع الأسرة مع الجندي جلعات شليط عام 2011 طبعا هو يمتلك المهارات كثيرة جدا هو جمع في إيده ما بين البعد السياسي والبعد العسكري في حماس كان رقم مهم جدا هو هز هيبة إسرائيل واخترق أمنها وكشف وهن استغبارتها في 7 أكتوبر 23 قاد كتائب القسام وكان أيضا عقلا سياسيا وبخاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية هو شاهد في عهده يعني عمقا في العلاقات ما بين حماس وإيران أكثر من أي مرحلة سابقة فهو بالتأكيد كان شخصية مهمة وكارزماتيك وشخصية كارزمية ولهو حضور كبير جدا إسرائيل اغتالت ناس كتير جدا من حركة حماس وقيادات في مرحل سابقة يعني دي مش أول الاغتيال لها بالنسبة لها يعني يحيى عياش نتذكر الشيخ أحمد يسين إسماعيل أبو شنب إسماعيل هنية عبد العزيزة رنتيسي وأخيرا يحيى الصنوار ففكرة استهداف القيادات بالنسبة لإسرائيل دي مسألة هي معتدة عليها منذ عقود في العلاقة بينها وبين حركة حماس وإن كان طبعا ظروف الحرب في غزة جعلتها بوطيرة أسرع واستهداف أوسع نطاق هو من أقوى الشخصيات يحيى الصنوار في الداخل ومن الطبيعي أن اختفاءه سيؤثر ويربك حركة حماس صحيح حركة حماس مش هتنتهي لكن ستتأثر واللي يقول أن هي مش هتتأثر يبقى برضو فيه قدر كبير جدا من المبلغة لا هي مبلغة أن الحركة انتهت ولا هي في نفس الوقت أنها لن تتأثر بالتأكيد هتتأثر على مستوى التخطيط والفكر وتتأثر أيضا على المستوى المعنوي لكن مرحلة ما بعد دايما هي بتشغل كثير من المحللين يعني ما بعد اغتيال يحيى الصنوار هل الأوضاع ستهدأ في غزة؟ هل إسرائيل ستوقف العدوان على غزة؟ هل سنصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن؟ هل سيتم ترتيب الأوضاع في غزة على نحو يجعل هناك إمكانية لعودة الحياة إلى قطاع غزة؟ الناس بتتكلم من شمال غزة بيتمحي يعني والكلام ده بيقولوه مسؤولين غربيين مش بيقولوه ناس من المنطقة العربية ولا فلسطينيين ده مسؤولين غربيين في بريطانيا وفي دول أخرى بيتكلموا على إن هناك محول شمال القطاع ما فيش مساعدات إنسانية بتدخل رغم من إسرائيل حاليا هي قوة الاحتلال للقطاع وهي صاحبة الولاية العسكرية والأمنية على القطاع والمفروض إن هي السكان مسؤوليتها باعتبرها قوة احتلال لكن طبعا في معاناة على مستوى الغذائي ومعاناة على مستوى الطبي وما فيش مساعدات والأوضاع متدهورة للغاية فضلا عن تدمير طبعا البنية الأسسية لغزة وتدمير المنشآت وحتى الناس مش عارفة توعد فين يعني الناس هجرت أكثر من مرة داخل قطاع غزة بينتقلوا من مكان لمكان 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 فطبعا مشكلة معقدة جدا ولابد من الوصول إلى نهاية هل يحيى الصنوار هيبه هو النهاية ولا إسرائيل زي ما أعلم بنيمين نتنياهو إن الحرب مستمرة طب الحرب مستمرة إلى متى وما هي أهداف هذه الحرب التي تحققت وما هي الأهداف التي لم تتحقق هو عايزة حققها كل ده أمر مش واضح فطبعا إشكالية كبيرة جدا وبالتأكيد هيأثر اختفاء يحيى الصنوار على معنويات حركة حماس لكن الحركات العقائدية والعسكرية من النوع ده لا تتأثر يعني بشكل مطلق باختفاء قياداتها بل في عملية يعني صعود وتوليد لقيادات طبعا في بعض الناس بيتوقعوا إن حركة حماس ستقدم تنازلات في سبيل إنهاء الوضع الراهن والبعض الآخر بيقولك بالعكس قد يدفع هذا أمام مزيد من رد الفعل والعنف والمقاومة لكن لا أحد يعرف على وجه التحديد فعلا في ترقب على مستوى العالم ماذا سيحدث في هذا الملف بعد اختفاء شخصية مهمة أصرت كثيرا في حركة حماس وقادتها يحيى الصنوار نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر من غزة إلى لبنان لبنان لا تزال تحت القصف والمعاناة والعدوان الإسرائيلي طبعا لا تزال هناك مخاوف من اندلاع مواجهة أشمل في ضوء التلويح المستمر من جانب إسرائيل إنها ستوجه ضربة إلى إيران كلام ده بقى له أسبوع واثنين وثلاثة احنا متابعينه وهناك تصريحات متوترة وحوار مع الجانب الأمريكي حول تحديد هذه الأهداف وفيه أخبار إنه بالفعل تحددت بعض الأهداف وإن إسرائيل ستوجه ضربة إلى إيران في هذا السياق وزير خارجية إيران زار عددا من دول المنطقة من بينها مصر واضح الغرض من الزيارة إن إيران عايزة تخلق تأييد ما داخل المنطقة للتهدئة وعدم التصعيد وكثير طبعا من المواقف اللي بتخرج عن دول المنطقة بتصب في ذلك عدم التصعيد والتهدئة والخوف من الإنجرار إلى مواجهة شاملة سترتب عليها مشكلات كبرى لدول المنطقة طبعا دي كانت أول زيارة بيقوم بيها مسؤول إيراني رفيع إلى مصر من 2014 طبعا هي مؤشر على علاقات إيجابية ولسيما أن الرئيس عفتاح السيسي استقبله ومؤشر أن العلاقات بتتحسن ما بين مصر وإيران لكن لابد أن ناخد في اعتبارنا الصورة كاملة طبعا إيران لديها أدوات ولديها ميليشيات في المنطقة هي أحد أسباب عدم الاستقرار وأيضا هجمات الحوسي المدعوم من إيران في البحر الأحمر سببت مشكلة للتجارة العالمية ولقناة السويس وكثير من السفن دولاتي بتتجنب المرور في البحر الأحمر وبتلجأ إلى مسالك وطرق أخرى ده كلف مصر خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار فيعني مصر تكبادت خسائر كثيرة من اتساع نطاق المواجهة وإيران أيضا بتلعب دورا بصورة أو بأخرى في عدم الاستقرار وتعطيل كثير من المشكلات أو الملفات داخل المنطقة ومنها مثلا ملف الرئاسة في لبنان النهاردة اللبنانيين تحت القصف الإسرائيلي ضحايا بيقعوا وبنية أساسية بتدمر اقتصاد بيتدهور مشكلة نازحين داخل لبنان من منطقة لمنطقة وده طبعا هيخلق تحديات ذات طبيعة طائفية لأن المناطق في لبنان ذات ألوان طائفية لحد بعيد فالمهجرين أو الذين ينتقلوا من مكان إلى آخر يعني في أغلب العام بيبقوا من الشيعة اللي جايين من الجنوب فطبعا هيذهبوا إلى مكان أخرى ذات توازنات طائفية أخرى فده يسبب بعض المشكلات واضح أو لاحف الأفق خلال الأيام الماضية إن مسألة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل ولبنان يستلزم بصورة أبو أقرى وجود رئيس للبنان المنصب شاغر منذ عامين لا يوجد رئيس للبنان والسبب إن حزب الله أغلق هذا الملف من خلال أيضا خلافه مع القوة السياسية الأخرى إحنا عارفين الرئيس في لبنان لابد أن يكون ماروني وينتخب من خلال مجلس النواب اللبناني يعني هو لا ينتخب انتخاب مباشر من المواطنين في لبنان فانتخابه من خلال مجلس النواب اللبناني بيخضع لتوازنات العلاقات ما بين الأحزاب والقوة الطائفية الموجودة داخل مجلس النواب طبعا استطاع حزب الله أن يعطل مسألة الانتخاب خلال العامين الماضيين في الجلسات المختلفة اللي بتنعقد للتصويت والمرشحين وبيمنع ده السبب واضح أنه يريد أن يأتي برئيس للبنان على مقاس الحزب بمعنى أنه لا ينزع إلى معادات الحزب أو المطالبة بنزع سلاحه أو ما شابه فهو طبعا عايز يؤمن هذا المنصب أن يكون منصب ماروني أي نعم لكن لا بد أن يكون على مقاس أو هوى حزب الله طبعا هناك مرشحين هناك زعيم أكبر كتلة مسيحية داخل مجلس النواب اللبناني سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية وعلى الجانب الآخر هناك الناب سليمان فرنجية وهو مرشح ومدعوم من حزب الله ومن سوريا أيضا وخلافات كثيرة جدا داخل اللبنان من سيأتي على سدة الرئاسة اللبنانية الواضح أن هناك دفع شديد اليوم دي لحسم هذا الملف حتى يكون هناك رئيس اللبنان يستطيع أنه هو يصل إلى اتفاق الوقف في إطلاق النار ويتحمل مسؤولية هذه المسألة طبعا شغور هذا المنصب بقى مشكلة في لبنان وتحدي كبير وتعطيل للمؤسسات السياسية وتعطيل للحياة في لبنان طبعا من الأسماء المطروحة كحل وسط دائما يلجأ إليه قائد الجيش اللبناني أو قائد القوات اللبنانية اللي هو العماد جوزيف عون ده من الأسماء المطروحة أنه ربما يكون منطقة وسط ما بين الاستقطاب ما بين سمير جعجع من ناحية أو سليمان فرنجية من ناحية تاني فقد يكون هو حل للموقف ده أو للأزمة دي هنشوف التفاعلات في لبنان إلى أين تصل لكن طبعا واضح جدا أن الملف الرئاسي أصبح مطروحا أكثر من زي قبل ولا سيامة في ضوء الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ونتمنى أن ينتهي هذا الاعتداء قريبا لأن بالفعل لا لبنان ولا لبنانيين يقدروا يحتملوا أكثر من ذلك نخرج لفاصل ونعود لاستيناف فقرات هذه الحلقة مرت بنا الأيام الماضية حوادث مؤسفة جدا أودت بعدد كبير جدا من الضحايا وسببت شعورا بالغضب والحزن داخل المجتمع المصري طبعا الحادث الملفت واللي ده صدم كثير من المصريين هو حادث أوتوبيس جامعة الجلالة أصفر عن وقوع 12 طالبا ضحية وإصابة نحو 29 آخرين وإحنا شفنا اليام اللي فاتت بعض الفيديوهات على السوشال ميديا بتتكلم عن غضب الطلاب وشكواهم وكلامهم وحوارهم مع المسؤولين بالجامعة وهو غضب مشروع زميلهم راحوا ضحية حادث أوتوبيس وطبيعي أنهم يشعروا بقدر كبير جدا من الشعور بالفقد والغضب في هذا السياق أحد الناجين كتب وتداول الأمر جدا على السوشال ميديا بيكلم أن الأتوبيس أولا كان بيشيل أكثر من حملته اتنين أن السائق كان يقود الأتوبيس برعونة شديدة وثبت بعد ذلك من بيان النيابة العامة أنه كان يتعاطي مخدر المورفين وبعد كده الطلبة في الأتوبيس قالوا هم شمين ريحة شياط قال لهم ده عادي وما وقفش واضح أنه ما كانش معاه فرامل كمان وحاول يستخدم الفرامل فيه يعني منحنة كبير معرفش فكان قدامه بديل من اتنين فإما يقع الأتوبيس إلى سفح الجبل في يعني تبقى كرسى وكل اللي في الأتوبيس يموت أو يقلب الأتوبيس فيعني يقلل من الحد شوية فانقلب الأتوبيس ثلاث مرات وأودى بحياة الطلاب الاثناشر وسبب إصابات لنحو ستة وعشرين آخرين طبعا لما بص تشوف غضب الطلاب غضب مشروع جدا يعني موصلات لابد أن تكون آمنة فين السكن الجامعي المتوفل ليهم كلهم والذي يعني أعطى لبعضه دولة لبعض الآخر زي ما هم بيقولوا يعني الأمر الثالث فين المستشفى القريبة يعني هنترمح مستشفى السويس طب فين المستشفى القريبة يعني طبعا فكرة إقامة جامعة يعني الجامعة برضو تحتاج إلى كثير من التسهيلات اللي وجودها ولا سيما أنها جامعة بيدفع فيها الطلاب مصروفات فيحتاجون إلى خدمة أو يحتاجون إلى مرافق جيدة بالنسبة لي طبعا مسألة الحوادث الطرق دي مسألة متكررة جدا يعني هناك إحصائية بتقول إن فيه 13 ألف ضحية سنوية في حوادث الطرق في مصر لدرجة إن كان هناك مصطلح شائع جدا في الإعلام يقولك نزيف الأسفلت طبعا يعني كل يومين ثلاثة بنلاقي حدثة بس ما بتبقاش بالجسامة دي مجموعة سيارات خبطوا بعضة على الطريق الدائري مش عارف حدثة على طريق الطريق إيه اتنين هنا تلاتة هنا واحد بيموت هنا حوادث وإحنا لما بنمشي في الشارع نفسنا بتشوف حوادث كثيرة جدا طبعا جزء منها دعونا نعترف في رعونة من يقود السيارات يعني فيه جزء منها يتعلق بالرعونة العامة يعني بتشوفه انت ماشي حتى في العربية بتشوف الناس بتسوق إزاي يعني فيه طبعا حالة من حالات الإنفلات يعني الدولة بتضع رادارات وفيه رادارات وفيه قانون المرور والأخير ولكن برضو رعونة الناس في القيادة ده أمر وارد جدا وفكرة القيادة أيضا تحت أسير المخدر واضح إن هي موجودة موجودة لأن كل حدثة بتحصل بندور نلاقي إن السائق كان بيتعطى مخدرات الأمر الثالث إن مع طفرة الطرق التي قامت يعني أنشأتها الدولة في مصر والطرق أصبحت متسعة جدا فده بيغري كثير من المراهقين في السواقة والمراهق ده ممكن يكون كبير وممكن يكون صغير يعني أنا مش متكلم على مرحلة عمرية يعني إن هو يقود برعونة وتحدث حوادث ليه والغيره فطبعا يعني مسألة صعبة جدا ودي محتاجة بالإضافة ليه الترتيبات المؤسسية أو الضوابط الرسمية محتاجة أيضا السلوك الشخصي والسلوك الاجتماعي إن الناس طبع عقلة لما تيجي تسوق طبعا أنا مع تشديد العقوبات في قضايا المرور والنائب العام أعلن أكثر من مرة إنه هو هيسجن الناس اللي بتسوق بسرعات مرتفعة جدا لأنه فعلا هو المشكلة إنه هو مش بيئزي نفسه بس ده بيئزي نفسه وبيئزي الآخرين أيضا في المشهد المرعب اللي بنشوفه في كثير من الطرق بطرق القيادة اللي فيها قدر كبير جدا من الإنفلات والرعونة واكب ذلك حادث أو حادثين من حوادث القطارات يعني فيه أولا الحادث الأول جاء بعد افتتاح الرئيس عفتاح السيسي محطة البشتيل اللي تعتبر أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط قطارين تصادموا تسببوا في وفاة ثلاثة وإصابة تسعتاشر مواطن وبعدين يعني بعض العربات منهم سقطت في الترعية الإبراهيمية اللي هي أحد الترعية مرتبطة بالنيل وبعدين بنلاقي إن الشهر اللي فات قطارين في الزائزي قدوا اصطدموا قدوا لوفاة أربعة أشخاص بالأمس حادث البدرشين يعني إذن القطارات فيه حوادث مستمر أيضا ولكن يعني أنا في هذا السياق إحنا إذا كنا بنتكلم في السيارات ومسألة الرعونة في القيادة لكن طبعا حوادث القطارات لها يعني مسلك آخر هي أيضا ممكن تكون خطأ السائق وممكن تكون مشكلات في الطريق وممكن تكون عدم احترام الناس دي المزلقنات أو بيعبروا من أماكن لا يصح العبول لها زي حادثة البدرشين إن لودر معدي في مكان مفروض ما يعديش منه فالسائق رح ساب لودر رح ماشي يعني إذن إحنا بنتكلم على جملة من الأسباب طبعا في حادثة جامعة الجلالة أنا مش عارف الأوتوبيس إزاي يطلع ومفوش فرامل وإزاي ما يكشفش على السواق وإزاي يطلع فوق حمولته دي كلها أخطاء وأخطاء جسيمة لابد إن إحنا نتعامل معه يعني في حاجة اسمها السلامة المهنية إن أنا لازم أكون عارف الأوتوبيس ده قبل ما يطلع بيتعمله التشيك عليه زي الطيارة كده زي أي وسيلة انتقاد لازم أشوف جاهزيته إنه يطلع بنشوف معه فرامل معه بنزينه معه حكته السعة بتاعته منضبطة كل الأمور دي كلها لابد أن تضع في الاعتبار لكن إن إحنا نسيبه للفهلاوة والقدرية الشديدة جدا وربنا يسهل وربنا يحفظنا بالتأكيد ربنا يحفظنا ما حدش قال حاجة وكلنا بندعو إلى الله إنه يحفظنا لكن فيه وجه مفوض علينا إحنا إن إحنا نراعي معايير السلامة المهنية ونضبط أداءنا ونحافظ على الطريق واحترام القيادة في الطريق دي كلها أمور إحنا محتاجين إن إحنا نوقف قداما فأنا إذا كنت النهاردة بنتكلم على أن هناك تقصير من الجهات الرسمية في بعض الأحيان فهناك أيضا من ناحية تانية رعونة وتقصير من جانب المواطنين في حق أنفسهم أولا وفي حق الطريق ثانية وكثير من هذه الحوادث تحدث نتيجة بالفعل رعونة من السائق وعدم التزام بالقواعد المرورية وأيضا القيادة تحت تأثير المخدر ودي أصبحت مشكلة من المشكلات الكبرى في المجتمع يعني نتمنى مزيد من الإحكام والضبط وتطبيق القانون الصارم فعلا في هذه الحوادث لأن التجربة علمتنا حاجة التطبيق الصارم للقانون بيخوف الناس وبيردعهم إذا لم يمتسلوا لا الأخلاق ولا القيام ولا الثقافة ولا الاحترام من نفسهم في الأول وفي الآخر القانون يكفي أن يشكل رادع شديد ولكن نسد الصغرات كويس جدا في النصوص القانونية ونخلي فعلا القانون سيفه حامي ويطول أي شخص نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثقافة حقوق الإنسان كيف تصل إلى طلاب الجامعات نحن عارفين أن حقوق الإنسان جزء منها ثقافي بمعنى أن يكون لدى الشخص ثقافة احترام حقوق الآخرين وأيضا معرفة حقوقه واجباته كمواطن في أي مجتمع لأن مصدر الانتهاك مش بالضرورة يكون مصدر رسمي أو حكومي لأن المواطنين أو المجتمع أحيانا بيفتأتوا على حقوق الآخرين أو بينتهكوا حقوق الآخرين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها مشروع مع وزارة التضامن الاجتماعي عقدة ندوة بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية ورشة عمل لعدد من طلاب الجامعات نقشتهم حول بعض أبعاد ثقافة حقوق الإنسان الورشة حاضر فيها عدد من الأسدزة نتكلم فيها الأستاذ عصام الشيحة رئيس منظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تعد أقدم منظمة حقوق الإنسان في مصر نشأت عام 1985 تحدث أيضاً في الورشة الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي مكتبة الأسكندرية وهي لها بعض طويل في مجال الرياضة وعضو التحاد السباحة أيضاً تحدثت دكتورة سوزي عدل ناشد أستاذ القانون بجامعة الأسكندرية والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الأسكندرية وكلية برضو الحظ في الحديث معهم حول موضوع المجتمع المدني أنا حضرت الورشة دي وشفت الأسئلة والتفاعلات ما بين الطلاب والمحاضرين أنا حابب أن أقف أمام بعض العنوين الأساسية في هذا اللقاء العنوان الأولاني قاله الأستاذ الدكتور أحمد زايد بديل مكتبة الأسكندرية أثناء افتتاحه لهذا اللقاء وهو أتكلم على فكرة أن الإنسان لابد أن يعيش في مجموعة من البشر على أساس من القواعد والاحترام المتبادل وحتى قال قال لك إحنا مش موجودين في وسط ناس عشان نحبه ونكره إحنا موجودين في وسط ناس حتى نتعاون من أجل تحقيق هدف مشترك وده طبعا مفهوم مهم جدا للروابط والحياء الاجتماعية داخل المجتمعات حقوق الإنسان ترتبط أيضا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أصدرتها الدولة في 11 سبتمبر عام 2021 والاستراتيجية دي بتشمل جوانب كثيرة جدا حقوق وحريات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هل المفهوم ده واصل إلى الشباب والطلاب في الجامعات دي مسألة مهمة ثقافة حقوق الإنسان ثقافة مهمة حتى نتصرف جميعا وفق هذه الثقافة وندركها ونتفاعل معها الدكتورة شايماء الدمرداش العقالي كلمت على الرياضة وحقوق الإنسان وكلمت النفاوات كثيرة جدا يعني الرياضين دول بيوجهوا تحديات بحقوقهم وواجباتهم وقدت بعض الأمثلة ودللت ببعض النمازج وأشارت إلى أن الرياضة مهمة جدا للتكوين الإنساني وبناء الإنسان بمعنى البناء الصحي وأيضا المزاج العام والسعادة وفكرة أن الشاب عندما يرتبط بالرياضة هي جزء منها تحقيق ذاته وتحقيق أيضا كثير من استقلاليته واحترامه لذاته ولنفسه أيضا الجامعة نشاط مجان مهم جدا لنشاط الطلاب والثقافة والتربية المدنية داخل الجامعة طبعا إحنا بنقول للطلاب ملكوش علاقة بالنشاط الحزبي إحنا مش هنلقل حزاب جوا الجامعة ده طبعا كلام مرفوض لكن الطلاب يهتموا بقضايا الوطن وقضايا السياسة العامة في المجتمع ويشاركوا فيها وده جزء من تكوينهم وإعدادهم لعزية المشاركة أيضا من المتحدثين كان الأستاذ حمد رزق الكاتب الصحفي والإعلامي وأيضا اتكلم عن أوجه تحديات كثيرة جدا بتواجهنا في المجتمع في مجال حقوق الإنسان وكيف يمكن أن نتعامل معها في ضوء المواصيق الدولية المختلفة وحقيقة هو كان يعني من المحاضرين الذي غاصى كثيرا في الواقع واتكلم عن كثير من أوجه التطوير التي حدثت في المجتمع والتي تعتبر من حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء الشباب مسألة المجتمع المادني وحقوق الإنسان كانت أيضا من المسائل المصارى بمعنى أن المجتمع المادني وهو الفضاء الجمعيات الأهلية والتي تتيح مجال المشاركة وتتيح مجال التطوع بالنسبة لقطاعات واسعة جدا من الشباب هي أيضا مهتمة بالجانب الحقوقي وتهتم بالرقابة في مجال حقوق الإنسان والمتابعة والوقوف أمام انتهاكات لحقوق الإنسان وأيضا تمكين المواطنين للاستمتاع بحقوقهم أو الوصول إلى حقوقهم كما في حالة المرأة والطفل والتعاون مع الدولة لفترة طويلة جدا كانت الدولة والمجتمع المادني في مصر فيهم مشاعر شك متبادل أو ارتياب متبادل الفترة الأخيرة شاهدت تعاون كبير جدا ما بين الدولة والمجتمع المادني شراكة وفي مشروعات كتير جدا على أرض الواقع بتتحقق بنشوفها في حملة مليون صحة بنشوفها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات دي شاركت فيها بنشوفها في حياة كريمة بنشوفها في مجالات كثيرة جدا وشفناها في العام المجتمع المادني عام 2022 اللي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان فيه قدر من التقدير والاحتفاء ورد الاعتبار للمجتمع المادني في المجتمع طبعا المجتمع المادني مش بريء ولا منزه في كل الأحوال يعني بتصدر منه أخطاء لكن اللي عايزين نقوله أن الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع المادني بتفتح أفاق أفضل في المجتمعات أنها تستفيد من قدرة المجتمع المادني أنه يعبأ المواطنين وأيضا يحقق معدلات مشاركة واسعة جدا أيضا كلمة الدكتورة سوزي عدل ناشا عن الدستور المصري وإزاي مكن فئات كثيرة جدا زي الشباب والمرأة والأقباط وغيرهم أنه هم يبقوا ليهم مساحة من المشاركة والتمثيل السياسي في المجتمع يعني كانت ندوة جميلة جدا وأنا حتى يعني أتذكر أنه أنا قلت للأستاذ عصام شيحة قلت له لو قعدنا كده عدنا بذاكرتنا إلى الوراء عدة عقود وتذكرنا فترة التسعينيات لم يكن يدور بتفكرنا أن يأتي يوم تذهب في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤسسة قفية كبيرة مثل مكتبة إسكندرية وتلتقي الطلاب الجامعات وتكلمهم في إطار مشروع مدعوم من هزارة التضامن الاجتماعي طبعا نقل كبير جدا وتغيير كبير جدا حدث في المجتمع المصري بعد فترة طويلة جدا لم يكن هناك مثل هذا التقارب أو التعاون ما بين المجتمع المدني والدولة نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ملتقى المجتمع المدني نظموا يوم الأحد الماضي المجلس القومي لحقوق الإنسان طبعا جا في أحد ضخم جدا من المشاركين سواء كانوا من جامعات أهلية أو نواف برلمان أو إعلاميين أو شخصيات عامة يعني وصل عددهم لأكتر من خمسمائة شخص ملتقى ضخم جدا ناقش قضايا مختلفة نقش قضية الهجرة والمرأة والطفل وأيضا مشاركة الشباب في مؤسسات صناعة القرار أنا أسعدني الحظ للمشاركة في هذه الجلسة والحديث فيها اللي أدارها الدكتور محمد مندوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو المشرف على هذا الملطقة وحضر فيها بعض البرلمانين وكان فيها أيضا الأستاذ هاني إبراهيم وهو من قيادات المجتمع المدني وعضو أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان طبعا الدولة أعطي الدفع لمشاركة شباب في مؤسسات صناعة القرار في السنوات الأخيرة يعني تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين بقى في عدد كبير من النواف والبرلمان من التنسيقية وفي أماكن أخرى أيضا من المجتمع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بتطلع كوادر نواب محافظين من الشباب في محافظين الآن من الشباب يعني الشباب بيحتلل مساحات أفضل مما كان عليه من قبل بأعداد كبيرة ليست أعداد قليلة ولكن يعني إذا كانت الدولة يعني أسست بعض الأدوات المؤسسية إنها تدعم مشاركة الشباب عشان تعمل إنجازات سريعة في هذا المجال بعد فترة يعني من التهميش لكن طبعا إحنا محتاجين نهتم بالبنية الأساسية للمجتمع اللي بتساعدنا في الآخر إن احنا نطلع شباب مشاركين فالقضية مش قضية إن يبقى فيه شباب لكن أنا عايش شباب مؤهلين قادرين على المشاركة فالتأهيل دايما يأتي قبل التمكين دي اللي دايما إحنا بنقوله يعني لازم يبقى الشباب ده مؤهل هي القضية مش قضية وجود شباب لكن القضية يكون الشباب ده قادر بالفعل على الإنجاز والعطاء وإنه هو فعلا يصهم في العمل العام أو في الحال العام فيه أربع يعني نقطة أساسية في هذا السياق النقطة الأولى المدرسة ثم المدرسة ثم المدرسة المدرسة ده المكان الرئيسي والأساسي بالنسبة للنشأ الذي يعلمهم التربية المدنية يعني إزاي يشارك وإزاي إنه يرسم في الشأن المدرسي وفكر القبول الآخر والتنوع داخل المدرسة دي كلها من الأفكار اللي هو بتعلمه هو صغير أنا مش أستنى لما يبقى عنده شابه أعلمه الأمر الثاني الجامعات الأهلية بنشجع الشباب على التطوع في الجامعات الأهلية صحيح إن فيه جامعات أهلية عندها متطوعين كتير لكن فيه جامعات أهلية تانية عندها متطوعين خالص فإذن لابد إن احنا نشجع الشباب دول إنهم يتطوعوا في العمل الأهلي العمل الأهلي بيخدم المجتمع بيحارب الفقر بيقدم خدمات اجتماعية للناس فحتى اللي بيشارك في العمل ده بيتولد جوا وجدان إنساني عميق تجاه التعامل مع المجتمع وبيقدر قيمة التنمية وإلي بيحصل من تحول حواليه الأمر الثالث الأحزاب لابد الأحزاب توفر قنوات تنشئة مؤسسية للشباب إحنا مجتمع شاب جدا يعني أكتر من 60-65% من سكم الشباب فإذن هناك دائما رهان على الشباب في انتخابات الرئاسية الأخيرة اللي كانت في أواخر عام 2023 في الفترة ما بين آخر انتخابات 2018 إلى 2023 دخل سبعة مليون شاب جديد إلى كشوف الناخبين دول محتاجين رعاية وتوجيه وتمكين وأن احنا نديهم فرصة للتنشئة فكل سنة بيخش لنا حوالي مليون شاب أو أكتر لجداول الانتخاب يعني معناها حط رجله على سلم المشاركة بدرجة واسعة فدول المحتاجين دايما التكوين والتحصين ضد التطرف وضد الإشائعات السلبية وضد أشياء كثيرة جدا هو لما ينخرط في المجتمع أكثر يبقى عنده وعي وفهم يبقى احنا كنا منديله المناعة التلقائية في مواجهة التطرف أو مواجهة الأفكار السلبية آخر حاجة المحليات مصر بلا محليات بلا فترة طويلة و هناك حديث مستمرة حول المجالس المحلية وخصوصا بعد الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ في نهاية العام المقبل طيب يعني المجالس المحلية دي فيها خمسين ألف واحد دي اللي بتدي فرصة التدريب بالنسبة للشباب الشباب بيدخل الحضانة الأساسية للتدريب على مستوى المحلي ويعرف إزيه القرار وإزيه يشوف المشكلات وإزيه يلتحم معاها وإزيه يحاول يحلها بياخد خبرة وبياخد تعليم وبياخد توجيه بعد كده يقدر لما يطلع شوية على مستوى البرلمان أو على مستوى إنه هو يبقى محافظ أو نائب محافظ أو وزير أو نائب وزير يبقى عنده الإحاطة وعنده التجربة ده اللي بيحصل في دول كتير جدا من العالم البدايات عادة تكون من الانتخابات المحلية ومن المجالس المحلية اللي بتدي فرصة للشخص إنه يتحم مباشرة مع مشكلات المجتمع كان ملتقى مهم وبيناش قضية مهمة جدا اللي هي الشباب في دوائل صنع القرار وقضايا أخرى وده دايما اللي بيدينا فرصة إن إحنا نقول إن المجتمع المدني هو مجال مهم جدا للمشاركة ما بيعديش أسبوع إلا بيوفيه ندوة واثنين وثلاثة وده شيء كويس جدا لأن ده اللي بيعمق الفهم والوعي في المجتمع تجاه قضايا كثيرة جدا نخرج لفاصل ونعود لاستقناة في فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة في الحديث النفسي الإسبوع ده عايزين نتكلم عن الشخصية المترددة بنقابل ناس كتير في حياتنا مترددين إحنا كلنا بنتردد في مواقف كثيرة لكن لما يبقى التردد زيادة عن اللزوم أو تردد مرضي هنا بيصبح المشكلة كبيرة شوي أسباب التردد ده كتير يعني ممكن تلاقي واحد لأنه بيخاف بيخاف ياخد قرار بيخاف إنه هو يقدم على عمل أو يقدم على شيفة لإيه دايما بيتردد في ناس بتفكر كتير جدا زيادة عن اللزوم إحنا محتاجين نفكر بالفعل قبل أي قرار أو قبل أي خطوة بنعملها لكن أنا مش عايز يبقى التفكير تفكير مرضي هاجسي نفضل نفكر الليل نهار في الموضوع ونستغرق فترات طويلة أحيانا بتوبى الأمور ما تستهلش كل التفكير ده أحيانا برضه بيبقى سبب الشخصية المترددة عدم الثقة بالنفس مش واثق في نفسه خايف إنه ياخد أي حاجة أو حس إنه لو خد أي حاجة هيفشل أو قام بأي قرار أو أي خطوة هيفشل فعدم الثقة بالنفس دي مشكلة عند ناس كتير جدا طيب إحنا زي نتعامل معه أول حاجة يعني إحنا مش عايزين نمارس ضغط كبير جدا على الناس دي لإنه هو في الآخر يعني مش عايز أحطه تحت ضغط الوقت ولازم 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 تاخد إنت إيه سكت ليه لازم تتصرف لازم ده بيوتره أكتر وبيخليه مش يعرف ياخد قرار أكتر إحنا عايزين ناخد بإيده شوية بشوية في مهام سهلة نحاول إن إحنا نساعد نهيق قرار ربما ثقة بنفسه تزيد ويعرف إن المسألة ممكن تتحقق نحاول إن إحنا نشجعه على التفكير العقلاني الهادئ طب إنت خايف من إيه طب ما إنت خفت قبل كده في مواقف والمخاوف دي ما ثبتتش نجاحها يبقى إذا نحاول إن إنت تعدل عن الخوف الشديد في كل حاجة نقطة ثالثة يعني نديله مساحة من الثقة بالنفس لما ياخد أي خطوة نشجعه فيشعر إنه يقدر ياخد خطوة أخرى زي واحد بيخافي واجه الناس لأول مرة نخليه واجه مجموعة صغيرة ثم مجموعة أكبر ثم مجموعة أكبر فبعد كده يسترد أو يكتسب ثقته بنفسه يعني عايزين نحرره من الخوف المبلغ فيه يعني الناس برضو الخوف ده عدو كبير جدا في حياة الإنسان وللأسف إحنا بالربي أبناء على الخوف الخوف إن أنت تعمل كده الخوف إن أنت تروح هنا الخوف إن أنت تكلم دوا طبعا نكون واخدين بالنا منهم ده مطلوب لكن أنا مش عايز أطلعه في الآخر خايف من مواجهة الناس خايف من مواجهة المجتمع مش قادر ياخد أكشن مش قادر يعمل أي تصرف في حياته إلا لما يرجع لك أو يرجع لواحد تاني يسأله لا أنا مش عايزه كده أنا عايزه يبقى شخصية برضو حرة وعقلاني ويفكر صح وياخد قرار صح ويعرف إنه حتى لو غلط يصلح أخطائه لكن أنا مش عايز دايما يبقى مسكون بالخوف في كل موقف بيعمله عايزين ندربه على المسئولية مش لازم أحطه في موقف كبير أدربه على مسئولية صغيرة إذا يعني كبر فيها يكبر معاها مسئولية تانية فبمرور الوقت يقدر يتعلم حاجة مختلفة طبعا التردد ده مرض قطير جدا وبنقابل ناس كتير مترددين وممكن يبقى في محيط أصلتنا ومحيط عائلتنا ومحيط العمل والأصدقاء لكن الموضوع محتاج وقت عشان أتخلص من الخوف أكتسب الثقة بالنفس أبقى قادر أتحمل المسئولية واخد قرار إحنا كده تقريبا بنوصل لنهاية الحلقة وعايز أوصل معاكم للقول اللي إحنا دايما بننهي به الحلقة بتاعتنا القول اللي اخترته ليكو النهاردة من القص ديزمون توتو وهو كبير أساخ في الجنوب أفريقيا وحائز على جائزة نوبل وعاش من 1931 ل2021 ديزمون توتو بيقول اعتاد أبي أن يقول لا ترفع صوتك ولكن حسن حجتك في الحديث كلمة مهمة جدا قالها ديزمون توتو ودي مرتبطة إلى حد ما بالموضوع النفسي اللي كنت بتكلم فيه فعشان كده أنا أصدت أربط الاتنين ببعض فعلا أنت مش بحتاج ترفع صوتك لما تيجي تتكلم مع حد أنت بحتاج تحسن حجتك في الكلام تخليك مقنع أكتر تعرف تثبت وجهة نظرك أكتر تخليك عقلاني أكتر الناس تحترم رأيك أكتر الناس بتحترم دايما الصوت الهادئ العقلاني المسؤول ولكن اللي بيزعى دا عادة بيفتقر إلى العقلاني وبيفتقر أيضا إلى التماسك ويفتقر إلى القدرة على الإقناع القدرة على الإقناع لن تأتي إلا بالهدوء القدرة على الإقناع لن تأتي إلا بتحسين الحجة اللي معانا عايزين نتدرب على كده نتدرب في علاقتنا بأولادنا في علاقتنا بأصدقائنا بمحيطنا إزاي نبقى أصحاب حجة وعقلانية ومنطق في الحديث أكتر ما نبقى أصحاب صوت عالي إحنا كده وصلنا لختام الحلقة هذا الأسبوع أنا بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة والغاية ما نشوفكم الأسبوع الجاي لكم مني قرق التحليل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة